متى يتم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب؟ أنا بأسين سؤال، متى يتم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب؟ جيم جواب، يتم الإعلان عندما ينتهي التعاقد ويصبح اللاعب لاعباً في النادي الأهلي ويتم الإعلان عن طريق حكتين أو عن طريق منصتين المنصة الأولى هي المركز الإعلامي للنادي الأهلي والمنصة الثانية هي قناة النادي الأهلي أي حاجة غير كده لأنه الناس عملا تبعات لي الأهل يتعاقد معه مش عارف إيه وإنتم مش عايزين تتكلمه الأهل يتعاقد مش عارف معه إيه وإنتم مش عايزين تتكلمه طيب خليني أرجع بحضراتكم تقريبا سنة أو من سنة تقريبا أو أقل شوي كان فيه لعيب جاي من البرتغال اسمه يعقوبه على ما أتذكر مصر كلها طلعت وعمروا لايف واللي عمل يوتيوب في البرامج بتاعتهم اتكلموا واللي مش عارف إيه وقال لك بكرة جاي الساعة عشر الصبح وحينزل ويعمل ويخلي ويسوي والنادي الأهلي يتعاقد معه ومضى معه تاني يوم إيه اللي حصل وفي حد اسمه يعقوبه بيلعب في النادي الأهلي فيش حد اسمه يعقوبه بيلعب في النادي الأهلي وبالتالي خلينا ننتظر الإعلان عن أي لاعب بيتم التداول بعض المعلومات عنه في أي منصة أو في أي برنامج أو في أي شيء خلينا ننتظر دائما الإعلان من خلال المنصتين الرسميتين في النادي الأهلي سواء المركز الإعلامي وكل صفحاته أو قناة النادي الأهلي وكل صفحاتها أتمنى أن رسالة تكون وصلت علشان محدش عارف يا جماعة خلي بالحضراتكم ممكن كمان شوية تلقوا إعلان ممكن بكرة الصفحة تلقوا إعلان ممكن ما نلاقيش إعلان عن لاعب محدش عارف فاللي بقول لحضراتكم خلينا دائما ننتظر الإعلان الرسمي الكل بيجتهد والكل من حقه يجتهد ولكن في النهاية الإعلان الرسمي بالنسبة لنا كمشجع للنادي الأهلي هو الفيصل في تعاقد النادي الأهلي مع أي لاعب أو وجوده في قائمة النادي الأهلي وتشجيع جمهور الأهلي له وجهة نظر أنا بقولها لحضراتكم وأنا متأكد أن معظم الأهلوية أو كلهم تحديدا عارفين هذا الكلام بشكل جيد جدا اشتركوا في القناة